موسيقى في بداية أشغال هذا المجلس الذي يصادف اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل التقدم أصلة عن نفسي ونيابة عن جميع عضاء الحكومة إلى جلالة الملك نصر الله والأسر الملكية الكريمة وإلى عموم الشعب المغربي بأحر التهاني وأطيب تمنيات سائنا لله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفر الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر المبارك على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحقق للشعب المغربي بقيادة جلالته المزيد من التقدم والازدهار أدعو الله العلي القدير أن يكون هذا الشهر الفضيل طالع خير علينا وعلى سائر أمتنا العربية والإسلامية وأن يعيد أمثاله علينا باليمن والبركات كما أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن تموين الأسواق يتم ولله الحمد في ظروف مستقرة حيث اتخذت الحكومة كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان الحمد لله نحن نرى هذا الصباح يعني في الضالبضاء السردين كان بخمسة درهم في سوق الجملة ولا خمسة درهم وخمسين وهذا الصباح كذلك التماطم الحمد لله والتي متواجد بغفرة في أسواق الإنتاج بعد التراجع الكبير اللي عافته يعني الأسبوع الماضي ما كانت شايب الزرف للا بخوديكسيو ولكن الحمد لله ابتداء من الآن للا بخوديكسيو صلعاته وكذلك أسعار اللحوم كتبقى مستقرة وزويد السوق الوطنية وهي فرصة كذلك لأدعوكم مجددا سيدات السداء الوزراء سيد وزير الداخلية وزير الفلاحة وزير الصين البحر وزير الصناعة وزير وزيرات المالية بالتعبئة الشاملة للمصالح تابعة لكم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة منها المصنعة وحطكم السيدات والسداء الوزراء بالتتبع اليوم للأسواق في هذا الشهر المبارك وبشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرام اللازبة مع المتلاعبين والمضاربين وبهذا نستهل أشغال لهذا الاجتماع ونفتتح بعرض سيد وزير العدل حول مضامن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 واليد إحاطة ضحايا جرائم لاتجاب المشار شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة